موسيقى السلام عليكم طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس في الحصة السابقة قمنا بأخذ درس غور الأردني أرض الخيراتي حيث قمنا بتحليل الدرس وتعرفنا على المعاني الجديدة والأفكار الرئيسية الواردة فيه اليوم في هذه الحصة سنقوم باستخراج أهم القواعد الموجودة في هذا الدرس ولكن خلينا سريعا نراجع أهم ما تم أخذه في الحصة السابقة تحدثنا في الحصة السابقة عن موقع غور الأردن وقلنا أنه يقع في المنطقة الفاصلة بين الأردن وفلسطين وقلنا أيضا أنه يقسم غور الأردن إلى أحواض عديدة من هذه الأحواض حوض نهر الأردني وحوض البحر الميت وأيضا قلنا أنه تتصب أراضي الغور بأنها من أخصب الأراضي الزراعية في الأردن ويحذى الغور بمكانة دينية بارزة لماذا؟ لأنه يضم أضرحة عدد من الصحابة مثل مقام معاذ بن جبل ومقام أبي عبيدة عامر بن الجراح وضرار بن الأزور وشرح بيل بن حسنة وأيضا قلنا أنه يعد البحر الميت جزءا من غور الأردن وهو أخفض بقعة في العالم وأيضا تمتاز مياهه بأنها أكثر البحار ملوحة وتستخرج منها كميات كبيرة من أملاح البوتاس الآن قوموا بفتح الكتاب صفحة 62 وصفحة 32 من الدوسية لأنني سأقوم باستخراج القواعد من الكتاب وسأقوم بحل الاستخراجات الموجودة في الدوسية صفحة 32 غور الأردني أرض الخيراتي يقع غور الأردني يقع هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يقع الآن زمنه إذن هو فعل مضارع غور من الذي يقع؟ غور الأردني غور هي فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو ماذا؟ وهو مضاف والدائما الذي يأتي بعد المضاف هو ماذا؟ المضاف إليه إذن الأردني هي مضاف إلي مجرور وعلامة جره الكسرة في المنطقة في حرف جر المنطقة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف الفاصلة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه دائما حكينا بعد المضاف يأتي مضاف إليه بين الأردني بين ضرف إيش؟ ضرف مكان وكما قلنا سابقا يا سادس أنه ضرف الزمان وضرف المكان دائما يأتي مضاف واللي بعده مضاف إليه إذن بين هي ضرف مكان وهو مضاف الأردني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الواو هنا واو حرف عطف فلسطين معطوف مجرور بي الكسرة لأنه المعطوف دائما يتبع حركة ما قبله والأردني قلنا مضاف إليه إذن فلسطين رح تكون معطوف مجرور بي الكسرة ويتكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة من أحواض من حرف جر أحواض اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر طيب أحواض هي جمع إيش يا سادس؟ أحسنتم هي جمع تكسير لماذا لأنه مفردها حوض؟ عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت أحواض قمنا بتغيير شكل الكلمة إذن هي جمع تكسير من أحواض عديدة منها حوض نهر الأردني وحوض البحر الميتي تتصف أراضي الغوري تتصف هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه زمنها الآن أراضي أراضي ما جمعها؟ جمعها جمع تكسير لأن مفردها أرض عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت أراضي إذن قمنا بتغيير شكل الكلمة إذن هي جمع تكسير الغوري بأنها من أخصبي من حرف جر أخصبي اسم مجور وعلامة جره الكسرة أخصبي هي أيش أيضا؟ اسم تفضيل الأراضي كما قلنا الآن أنها جمع تكسير لأنه قمنا بتغيير شكلها من أرض إلى أراضي الزراعية هذه الأرض الأراضي ما لها؟ زراعية إذن الزراعية هي ناعت إذن صفت هذه الأراضي أنها زراعية إذن الزراعية هي ناعت طب ناعت ماذا مرفوع ولا مجرور ولا منصوب هي ناعت مجرور لماذا مجرور؟ لأنه يا سادس كما قلنا الناعت يتبع حركة ما قبله والأراضي جاءت مضاف إليه إذن الزراعية رح تكون ناعت مجرور بالكسرة في الأردني حيث تساعد تساعد هي فعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه زمنها الآن تساعد الآن تساعد ظروفه مين اللي بتساعد؟ ظروفه إذن ظروفه هي فاعل إذن ظروفه فاعل الطبيعية ظروفه شو صفتها؟ أنها طبيعية إذن الطبيعية رح تكون ناعت ناعت إيش؟ مرفوع لماذا مرفوع؟ لأنه ما قبلها جاء فاعل ظروفه جاءت فاعل إذن الطبيعية رح تكون ناعت مرفوع بالضمة ومناخه واو حرف عطف مناخه رح تكون معطوفة لأنه بعد حرف العطف يأتي عندي المعطوف والمعطوف دائما يتبع حركة ما قبله وما قبله كانت الطبيعية ناعت مرفوع بالضمة إذن مناخه رح تكون مناخه رح تكون معطوف مرفوع بالضمة الحار مناخه شو صفت مناخه؟ أنه حار الحار إذن هي ناعت وقلنا الناعت يتبع ما قبله بالحركة إذن الحار ناعت مرفوع لأنه مناخه جاءت معطوف مرفوع إذن الحار ناعت مرفوع بالضمة صيفاً والدافئ شتاءاً على تنوع محاصيله على تنوع تنوع اسم مجرور بالكسرة وهو مضاف محاصيله مضاف إلى مجرور بالكسرة وهو جمع إيش؟ جمع تكسير محصول هي المفرد محصول عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت محاصيل إذن هي جمع تكسير لأنه قمنا بتغيير شكلها عند تحويلها إلى الجمع الزراعية ما لها هاي المحاصيل شو صفتها؟ إنها زراعية إذن هي ناعت الزراعية هي ناعت وناعت يتبع حركة ما قبله إذن الزراعية هي ناعت مجرور بالكسرة ووفرتي الواو حرف عطف وفرتي رح تكون معطوف إيش؟ مجرور لأنه مع قبلها جاءت مجرورة ووفرتي معطوف مجرور منتوجاته حتى قيلة حتى حرف نصب ما هي أحرف النصب؟ خلينا نستذكر مع بعض أن لن كي حتى ولام التعليل إذن حتى حرف نصب قيلة قيلة هي فعل مبني للمجهول لأنه المبني للمعلوم منها هي قالة إن المبني للمعلوم قال المبني للمجهول قيلة الغور سلة غذاء الأردني الغور اسم وجاء في بداية الجملة والاسم في بداية الجملة هو إيش؟ المبتدأ إذن الغور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الغور سلة سلة جاءت لتخبرنا عن الغور سلة رح تكون إيش؟ خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف واللي بعد المضاف دائما إيش مضاف إليه إذن غذائي مضاف إليه مجرور بيأ الكسرة وأيضا هو مضاف الأردني مضاف إليه مجرور بيأ الكسرة إذ تكثروا إذ هنا جاءت همزتها همزة قطع لماذا همزة قطع؟ لأنه حكينا جميع الحروف اللغة العربية حركت همزتها همزة قطع ما عدا للتعريف همزتها همزة وصل وهذا السؤال الثاني صفحة 32 من الدوسية إذ تكثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة فيه زراعة ما الذي يكثر فيه؟ زراعة إذن زراعة فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف واللي بعد المضاف مضاف إليه إذن الخضاري مضاف إليه مجرور بيأ الكسرة واو حرف عطف الفواكهي معطوف مجرور بيأ الكسرة لأنه حكينا المعطوف يتبع حركة ما قبله طيب الخضار لماذا همزتها همزة وصل؟ حكينا لأن جميع الحروف اللغة العربية همزتها همزة قطع ما عدا للتعريف دائما همزتها همزة وصل وهذا أيضا تكملت السؤال الثاني صفحة 32 من الدوسية كالموزي والحمضيات الكاف هناك الموزي الكاف حرف جر الموزي اسم مجرور بيأ الكسرة الواو حرف عطف الحمضيات معطوف مجرور بيأ الكسرة لأنه المعطوف يتبع حركة ما قبله يحظى الغور بمكانة دينية يحظى هي فعل مضارع لأنه زمنها الآن الغور من الذي يحظى الغور الغور رح تكون إيش فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة بمكانة الباء حرف جر مكانة اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر بمكانة دينية هذه المكانة ما صفتها أنها دينية إذن دينية رح تكون نعت نعت إيش نعت مجرور بتنوين الكسر لأنه النعت يتبع حركة ما قبله دينية بارزة هذه المكانة الدينية أيضا ما صفتها أنها بارزة إذن بارزة نعت مجرور أيضا بتنوين الكسر حكينا لأنه نعت يتبع حركة ما قبله واللي قبله كان مجرور فهو نظمير غائب للمفرد المذكر يضم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه يضم زمنه الآن إذن هو فعل مضارع يضم أضريحة ماذا يضم؟ يضم أضريحة إذن الذي نسأل عنه في اللغة العربية بماذا؟ هو إيش؟ مفعول به إذن أضريحة مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف عدد رح تكون مضاف إلى مجرور وعلامة جره تنوين الكسر طيب يا سادس الضريحة هي جمع إيش؟ أحسنتم هي جمع تكسير لأنه مفردها ضريح عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت الضريحة قمنا بتغيير شكل الكلمة إذن هي جمع تكسير وهذه الجملة هي حل السؤال الثالث الفرع الثاني صفحة 32 من الدوسية من الصحابة من حرف جر الصحابة اسم مجرور بالكسرة الصحابة هي إيش؟ جمعها جمع تكسير لأنه مفردها صحابي عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت صحابة إذن قمنا بتغيير شكل الكلمة إذن هي جمع تكسير كمقام الكاف حرف جر مقام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة كمقام أبي عبيدة عامر بن الجراحي وضرار بن الأزوري وشرح بيل بن حسنة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يعد البحر الميت يعد هي فعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه زمنها الآن البحر من الذي يعد البحر إذن البحر هي فعل مرفوع بالضمة الميت ما صيفت هذا البحر أنه ميت إذن الميت نعت مرفوع بالضمة لأنه ن hocكينا نعت بحركة ما قبله يعد البحر الميت ماذا؟ يعد جزءا إذن نسأل عنه بماذا في اللغة العربية هو المفعول به إذن جزءا مفعول به منصوب بتنوين الفتح من غور الأردني وهو هو حكي نظمير غائب للمفرد المذكر أخفض أخفض هي اسم تفضيل بقعة عن مستوى سطح البحر كما تمتاز مياهه تمتاز هي فعل مضارع مرفوع بالضمة مياهه طيب على مين تعود الهاء في هذه الكلمة مياهه تعود على البحر الميت أي المقصود هنا تمتاز مياه البحر الميت إذن الهاء تعود على البحر الميت وهذه إجابة السؤال الرابع صفحة 32 من الدوسية بأنها أكثر البحار ملوحة أكثر هي اسم تفضيل لذا تستخرج تستخرج هي فعل مبني للمجهول تستخرج لكن الفعل المبني للمعلوم منها يستخرج إذن تستخرج هي فعل مبني للمجهول منها كميات كبيرة من أملاحي أملاحي هي جمع ما نوع هذا الجمع؟ جمع تكسير لماذا؟ لأن مفردها ملح عندما قمنا بتحويلها إلى الجمع أصبحت أملاح قمنا بتغيير شكل الكلمة إذن هي جمع تكسير البوتاسي ويمكن للزائرين اللام هنا حرف جر الزائرين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم طب لماذا هي جمع مذكر سالم؟ مفردها الزائر عندما حولناه إلى الجمع أصبحت زائرين أين وقعت الزيادة؟ وقعت في نهاية الكلام وأيضا تدل على جماعة من الذكور طيب لماذا كتبت الهمزة متوسطة؟ أول إيش نحكي لأنها مكسورة لأنها جاءت مكسورة وما قبلها إيش؟ ساكن والكسرة هي أقوى الحركات هذا حل السؤال الأول صفحة 32 من الدوسية أن يقصدوه ليستمتعوا اللام هنا لام التعليل ولام التعليل هي من حروف النصب إذن اللي بعدها رح يكون إيش؟ ليستمتعوا فعل مضارع منصوب منصوب بماذا؟ منصوب بحثف النون لأنه من الأفعال الخمسة وكما قلنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحثف النون وهذا ليستمتعوا هي حل السؤال الثالث الفرع الأول صفحة 32 من الدوسية ليستمتعوا بمشهد الصخور الملحية الملحية هذه الصخور ما صفتها أنها ملحية إذن الملحية هي نعت مجرور بالكسرة لأنه النعت يتبع حركة ما قبله المتشكلة على أطرافه ويتعرض هي فعل مضارع مرفوع بالضمة من الذي يتعرض؟ البحر إذن البحر فاعل مرفوع بالضمة الميت مصفة هذا البحر أنه ميت إذن الميت نعت مرفوع بالضمة لأنه النعت يتبع حركة ما قبله لخطر الجفافي اللام حرف جر خطري اسم مجرور الجفافي بسبب التراجع السنوي لمنسوب مياهه ويسعى يسعى هي فعل مضارع الأردن من الذي يسعى؟ الأردن إذن الأردن فاعل مرفوع بالضمة جاهدا للحفاظي اللام حرف جر الحفاظي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة عليه من هذا هذا اسم إشارة للقريب المفرد المذكر الخطري الذي الذي اسم موصول لحق به إلى هنا طلاب الأعزاء تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر